والانتصار تهانينا لمحمد وسلطان بسعيد المالكي على هذا الفوز والانتصار بسم الله الرحمن الرحيم ميور الحفظ الكريم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة في خمسي أيام مهرجاني بيدان الشحانية في مهرجان الأمير الوالد في هذا الشوط الرابع الذي أعلنت انطلاقته في الرحلة هي ستة كيلومترات في الواحد والعشرون من شهر يناير لعام 2015 في هذا اليوم أيها الحفظ الكريم ناخذ المركز الأول ومقدمة الشوط وهذا الباز في مقدمة الشوط الملكية تعود لشالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة في مقدمة الشوط النقله التالي على المركز الثاني واللي يليه بالمركز الثاني وهذا مياس مياس تعود الملكية للإفندي بالخميس الإفندي المجروعي على المركز الثاني المركز الثالث الباصل لعلي بن راشد من علي العلي المعاضي ننتقل ونتابع من يتسلل بدوره ومن يخطف المركز الثالث المركز الثالث هنا بينما المركز الرابع المركز الرابع اللي هو هملون للخزع بن محمد بن علي العامري في المركز الرابع وفي المركز الخامس وصلنا الباز لعلي بن راشد بن علي المعاضي أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء نعود بكم إلى الباز وماركة الباز الكل يعرف هذه السلالة القطرية الأصيلة من تاريخها الكبير والتاريخ يتحدث باسم الباز وماركة الباز هنا في دولة قطر وخارجها أيها الحفل الكريم الباز الملكية تعود لسال بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة في مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني وصلنا مياس مياس للأفندي بن خميس الأفندي المجروعي على المركز الثاني يا سلام قادم من الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة هناك الشقيق قادم للمشاركة المركز الثالث هملول 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 ولا أيضا الدماء الهملولية هنا تجري في عروق هملول لخزع للخزع بن محمد بن قرين بن علي العامري يا سلام سلهود يصل إلى المركز الرابع لناصر بن محبوظ الخميس الغيلاني في المركز الرابع وهو من سلطة عمان يا سلام أو من دولة الإمارات العربية المتحدة ضيوف علينا في هذا الميدان فأهلا وسهلا بكل ضيوف في ميدان الشحانية في ميدان التحدي في هذا التحدي في يوم التحدي ويوم النزاع المركز الخامس خامسها وخامس الرموز وخامس النداء هذا المنطلق شاهيب لسالم بن عبيد بوظفيرة العامري وهذا شعار بوظفيرة من خطف رمز اللقاية يا سلام شعار أو تار من خطفت رمز اللقاية رمز المفتوح في مساء الأمس سالم بن عبيد بوظفيرة العامري وبنصبح عليه بالخير يا سلام وكل المشاركين الباز في مقدمة الشوت الباز يسيطر والأمور تسير وهذا الشوت إلى هذه اللحظات يبدو يبدو أن من صالح الباز وهو الأقرب للفوز إذا واصل على هذا المنوال ثلاثة كيلو مترات يا سلام الله يا سلام ثلاثة كيلو مترات انقطعت نصف المسافة ثلاثة كيلو مترات هي مسافة سن الإجداء وهذا اليوم هذا اليوم خاص بالإجداء يومين خاصة بالإجداء في هذا المهرجان يا سلام يا الباز الباز منطلق الباز ينفلد بدوره ينفلد بدوره بانطلاق مميز وانطلاق جميل هنا على الكدر الأعلى على قناة الرياض على الهواء بثا مباشر عبر الأقمار الاصطناعية تشاهدون الباز وجماهير الباز هنا يتابعون الباز الكل يتابع الباز لأن في الصدارة وفي مقدمة الشوف ومن لا يريد الصدارة بل الجميع يريدون الصدارة وهو المكان المستهدف من الكل يا سلام الباز سالي بن محمد بن دوحف من يتحمل المسؤولية أمام هذا الجمع الغفير في مقدمة الشوف المركز الثاني هملول هملول للخزع بن محمد بن قرين بن علي العامري إلى المركز الثاني وهو بدوره يترصد الموقف وهنا هنا يستغل الفرص لأن يحتل المركز الأول المركز الثاني يا مرحبا بهذا الشعار تحية خاصة لهذا الشعار شعار اللقية هوتار صاحبة الرمز في مساء الأمس يا سلام هذه شهادة وهذا شاهيد يقدم أحد الشواهين أو أحد الشواهين القوية سالي بن عبيد بوظفيرة العامري يا سلام شوفوا التسلل شوفوا التسلل من رأى الحذر الحذر لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي قادم قادم ودائما يتواجد ودائما ما يقدم ماركة الحذر وأسماء الحذر المميزة دائما وتحذره من الحذر وشعار الحذر يا سلام يا سلام هذا الحذر اللقادم ومن لا يعرف الحذر فليعرفه اليوم الحذر لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي قادم يتسلل من الجانب الآخر وفي المركز الرابع شاهين سالي بن عبيد بوظفيرة العامري قادم على المركز الرابع وهنا ينطلب إلى المركز الرابع ويترصد الموقف أيضا ديروا بالكم ديروا بالكم لأنه شعار الرمز المركز الخامس وصلنا مليح لحمد بن محمد المري في المركز الخامس أعود لكم إلى البازة البازة الأقرب إلى الفوز البازة ستة كيلو مترات يا جماهير الأعزاء انطوت خمسة كيلو مترات أو أربعة كيلو ونص أربعة كيلو ونص وتبقى ألف وخمسمية متر الكل يركز الكل يركز هناك الهدف الفوت الهدف الفوت الناموس يا سلام اقتربت الأسماء في هذه اللحظات أسماء القعدام أسماء الجاع في رحلة في رحلة يبحث في رحلة هي ستة كيلو مترات ورحلة البحث عن الفوز صالت المغادرون مثل ما قالوا مع الألف ومئتين ألف ومئتين جولة الأوامر النهائية جسلا وهنا من آخر جولات هذا الميدان من آخر جولات هذا الميدان وهو الكيلو متر الأخير الكيلو متر الوعد ما بين المضمرين الوعد ما بين المشاركين في هذا الكيلو وهذا الحذر وهذا الحذر اللي قلنا لكم وحذرناكم من الحذر وشعار الحذر الكبير العملاق القدير عيسى أو سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي ما يظهر شعاره دائما إلا في الختاميات في المهرجانات في السباقات لله في الأفراح الكبيرة وهذا فرح كبير في مهرجان الأمير الوالد بمسمى غالي هنا لدى الجماهير الحذر لشيف بن عيسى بن مطر الفلاحي الله يالحذر انطلق الحذر هنا بتوجيه الممتاز يالسلاف ناخذ ناخذ المركز التالي الباصل علي بن راشد بن علي المعاضيت يالسلاف 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 وصل النداوي الرايد بن حمود الصراح الجهني القادم على المركز التالي ولكن أعودي لحذر والسلام وين يا أخواني السلام إلى الغربية السلام إلى الغربية أشكرك أشكرك يا الفلاحي أشكرك يا الفلاحي سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي وبنقولكم صباحكم في الهالي الغربية والسلام يا الحذر سلام والتحدي والنزاع والاحترام مع الحذر ومالك العذر النقطة الثانية في صباح هذا اليوم لمالك الحذر سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي هذه لحظات الفوج والانتصار من هنا يزف السلام مرتين في الصباح إلى الغربية في هذا الميدان المركز التالي النداوي للرايد بن حمود بن صراح الجهني بينما المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث وصلنا شاهين لعبد الله بن حمودة على الاكتبي بينما المركز الرابع اللي وصل بمركز الرابع وصلنا الباصر لعلي بن راشد العلي المعاضيذ والمركز الخامس شاهين لسالب بن عبيد بوظفير العامري أيها الحفل الكريم تهانينا والناموز لكل الفائزين والتوقيت الثمني لحظة الوصول 9 دقائق 35 ثانية 52 جزء من الثانية تهانينا والنموز المركز الثاني النداوي وتهانينا أيضا لمالك النداوي ولأهالي ينبع في صباح هذا اليوم رائد بن حمود وصراح جهني 9 دقائق 35 ثانية 33 جزء من الثانية بينما المركز الثالث شاهين أوصلها بالمركز الثالث أيضا شاهين لعبدالله بن حمود هالكتبيت وقيتها الزمني 9 دقائق 37 ثانية 42 جزءا من الثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر